بعد ثلاثة أيام على إغلاق صندق الاقتراع أعلنت وسائل إعلام أمريكية من بينها شبكة CNN و New York Times فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن بالرئاسة الأمريكية بناء على نتائج ولاية بنسلفانيا الحاسمة في وقت تحدث فيه الرئيس المنتهية ولايته عن قيام الديمقراطيين بالتزوير لكن بدون تقديم دليل على ذلك نتابع أبرز ملامح فرز الأصوات والصراعات في هذه الشاشة التفاعلية مع أمل الشريف أهلا بكم مشاهدين يحبس العالم أنفاسه لمعرفة الفائز بانتخابات الرئاسة الأمريكية لكن الملايين داخل الولايات المتحدة وخارجها بات يزعجهم الانتظار طويلا قبل أعلان نتائج نهائي الاستباق بين الرئيس دونالد ترامب والمرشح الديمقراطي جو بايدن رغم اقتراب نائب رئيس السابق من دخول البيت الأبيض وإزاحة ترامب بعد نحو أربعة أيام من إغلاق سناديق الاقتراع فأن نتائج رسمية لانتخابات الرئاسة الأمريكية قد لا تعلن قبل أيام إضافية السؤال هنا لماذا يتأخر إعلان نتيجة السباق الرئاسي الأمريكي ولماذا تأخر أكثر من المعتاد في هذا العام النتائج في كاليفورنيا على سبيل المثال الأكثر اكتدادا بالسكان في الولايات المتحدة ظهرت بسرعة لصالح جو بايدن بعد إغلاق سناديق الاقتراع الثلاثاء لكن مثل هذه النتائج هي بالواقع تقديرات شبكات الإعلام وليست نتائج رسمية ما يعني أن الأمر يستغرق وقتا أطول للحصول على سورة دقيقة في الولايات المنقسمة بشكل كبير من جهاتها قالت كاثي بوكافر المسؤولة الكبيرة في ولاية بينسلفانيا المكلفة بالإشراف على العملية الانتخابية في هذه الولايات الحاسمة قالت كلما كانت نتائج متقاربة جدا كلما استغرق الأمر وقتا أطول لدى الولايات أيضا استحققات متنوعة لتلقي الأصوات المقترعين غيابيا وخصوصا من الجيش أو مواطنين يقيمون في الخارج ووقفت كارولاين الشمالية فرزة 171 ألف صوت على الأقل يمكن أن تحدثها فارقا لأنه بحسب القانون يتعين أن تقبل الأصوات التي تصل عبر البريد حتى 12 نوفمبر طالما تم ختمها بالبريد بحلول يوم الانتخابات بشكل مماثل ستقوم ولاية نيفادا بفرز الأصوات التي ختمت بحلول يوم الانتخابات طالما أنها تصلها قبل العاشر من نوفمبر ما يتسبب في حدوث تأخير أيضا هو بطاقات الاقتراع المؤقتة أصدرت لناخبين إذا كان هناك ارتباك بشأن تسجيلهم ويجب أن تحققوا من ذلك مع القلق من انتشار وباء كوفيد 19 طلقت الولايات التي لم تكن معتادة على فرز بطاقات الاقتراع بالبريد مجموعة كبيرة من تلك البطاقات التي أرساه المواطنون الذين فضلوا تجنب مراكز التصويت من بين 260 مليون أمريكي صوت هذا العام أو قام هذا العام 65.2 مليون بذلك عبر البريد وهو رقم قياسي بحسب تقديرات US Election Project في بنسلفانيا يشكل الجمهوريون أغلبية في مجلس الولايات ورفضوا اقتراحا بالسماح ببدء فرز الأصوات البريدية قبل يوم الانتخابات خلافا لولايات أخرى والوضع أيضا معقد في بعض المقاطعات مثل تاتشان في ولاية جورجيا حيث المنافسة محتدمة جدا بين بايدن وترامب يفترض أن تشرف سلطتان اختلفتان على عمالية فرز الأصوات فريق الرئيس الأمريكي الجمهوري دونالد ترامب ندد بهذا التأخير وطالب بوقف الفرز في بعض الولايات التي كان يبدو فيها جو بايدن متقدما خصوصا في بنسلفانيا حيث رجأ الحزب الجمهوري إلى المحكمة العليا يحاول الجمهوريون منذ أشهر منع ولاية بينسلفانيا من احتسابه كما كان مقررا أساسا بداقت الاقتراع المرسل بالبريد قبل يوم الانتخابات لكن وصلت بحلول الجمعة في ولاية وايسكنسن حيث تم أعلان فوز جو بايدن الأربعاء قادة المحكمة العليا بأن البطاقات التي تصل فقط قبل الثاني عشر نوفمبر ستحسب أخيرا تسمح غالبية الولايات للأحزاب بمراقبة النتائج لكن بعض الخلافات أيضا في هذا المجال تسبب تأخيرا في العملية في فلاد الفيا خصوصا طالب أنصار دونالد ترامب بالتمكن من اقتراب أكثر من الحد المسموحي به البالغ أربعة أمتار ونصف بسبب المخاطر المرتبطة بجائحة وباء كورونا إلى اللقاء